أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن الدولة المصرية حريصت على ربط مفهومي الأمن والتنمية المستدامة من خلال سياغات مقاربة وشاملة لا تقتصر على الشق الأمني والعسكري فقط في مواجهة المهددات الأمنية وإنما تضمنت بعدا تنمويا وفكريا يعالج جذور تلك التحديات الأمنية ويقود البيئة الحاضنة لها جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجامعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة في جمهورية أنجولا وخلال الكلمة طرح رئيس مجلس النواب تساؤلا عن مدى عدالة نظام العالمي في تعاطيه مع الأزمات العالمية مؤكدا على أن معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي وعدم حصوله على حقوقه المشروعة بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة هو أبرض دليل على أن هدف تحقيق السلام العالمي العادل يظل نظريا دون عكاس ملموس على أرض الواقع شكرا